اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد اولا باول اشهر العلماء العرب والمسلمين على مر العصور للعلماء العرب والمسلمين دور كبير في تقدم البشرية وبالخصوص اولئك الذين عاشوا في العصور الوسطى هذه الفترة التي كانت تعيش فيها اوروبا في ظلام وسبات هذا وما زال تأثير دراساتهم واضحا حتى يومنا هذا وقد عاش هؤلاء العلماء على امتداد جغرافي كبير من الصين في الشرق الى الاندلس في الغرب وهناك منهم من كانوا عربا ومنهم من كانوا ينتمون الى مناطق اخرى في هذا الفيديو سوف نتعرف معا على ابرز العلماء العرب او المسلمين على مر العصور الكندي هو ابو يوسف عقوب القحطاني سمي بالكندي لان نسبه يعود الى حكام كندا وهو من مواليد الكوفة ويقال انه قد عاش بين عامي ثمانمائة وواحد ميلادية وحتى عام ثمانمائة وثلاث وسبعين ميلادية وتوفي في بغداد هو من اشهر العلماء العرب والمسلمين وله دراسات مهمة في كل من الجغرافيا والكيمياء والمنطق والفلسفة والطب وهو من اوائل المهتمين باعداد منهج البحث العلمي بواسطة الاستدلال والمقدمات حيث اعتبر ان العلم هو كل واحد وبنتيجة ذلك فان العلوم تتطور مع بعضها البعض ابن سينا هو علي الحسين بن سينا من اشهر العلماء المسلمين تميزا في كل من الطب والفلسفة يعود باصوله الى اوسبكستان وقد اطلق عليه لقب الشيخ الرئيس كما يسمى في الغرب بامير الاطباء وباب الطب الحديث له دور في تأليف ما يقارب من مئتي كتاب في العديد من الموضوعات وبالذات تلك المتعلقة بالطب والفلسفة ويعد كتاب القانون في الطب من اشهر كتبه يبقى ان نذكر ان ابن سينا ولد عام تسعمائة وثمانين للميلاد ورحل عن عالمنا عام الف وسبع وثلاثين للميلاد جابر بن حيان ولد سنة سبعمائة وواحد وعشرين للميلاد وتوفي سنة ثمانمائة وخمسة عشر للميلاد هو من اشهر العلماء العرب والمسلمين وبالخصوص في مجال علوم الكيمياء التي كان حريصا على ان يؤسس فيها لقواعد واصول خاصة تتحكم بالتفاعلات الكيميائية وهذا عن طريق قيامه بالكثير من التجارب الكيميائية مما اوصله الى العديد من الاكتشافات التي لم تكن معروفة في زمنه وقد الف ما يقارب من ثمانين كتابا في علم الكيمياء حيث يعتبر من اوائل الرواد في هذا المجال من العلوم الخوارزمي ولد سنة سبعمائة وواحد وثمانين ميلادية وتوفي سنة ثمانمائة وسبع واربعين للميلاد هو محمد بن موسى الخوارزمي من اهم العلماء المسلمين في عدة مجالات وخصوصا في الجبر والرياضيات والهندسة والفلك هو من اهم العلماء على مستوى العالم الذين كانت لهم مساهمات كبيرة في علم الرياضيات حيث نقل علم الارقام الى الغرب وكان اول من استخدما المفهوم الحديث في علم الجبر كان حريصا على دراسة المعادلات من الدرجة الثانية بواسطة استخدام جذورها بالاضافة لاستخدامه علم الجبر في قضايا الميراث والوصايا الرازي ولد سنة ثمانمائة وخمس وستين ميلادية وتوفي سنة تسعمائة وثلاث وعشرين للميلاد هو محمد بن زكريا احد ابرز الفلاسفة والعلماء المسلمين له الكثير من الانجازات واب الخصوص في مجال الطب ولقد درس الطب بعد تجاوزه الاربعين من عمره كان له اهتماماته بدراسة اكتشافات القدماء في مجال الطب فكان حريصا على ان يدركها ويفهم محتوياتها دون ان يعتمد عليها فلقد كان يجتهد كثيرا اذا واجهته احدى المشكلات الطبية كان يستمع لاراء باقي الاطباء في دروسه وبعدها يبين رأيه في المسألة او الدرس الطبي الذي يقوم بشرحه الفارابي ولد سنة ثمانمائة واربع وسبعين ميلادية وتوفي سنة تسعمائة وخمسين للميلاد هو ابو نصر بن محمد ولد في كازاخستان وقد لقبا بالمعلم الثاني بعد ارستو وقد قدم لبغداد ليتعلم اللغة العربية والف اثناء اقامته فيها الكثير من الكتب تنقل بعدها في العديد من البلدان منها مصر ودمشق وحران وله انتاجات فلسفية مهمة فقد اعتبر ابا للافلطونية الاسلامية ومن اشهر كتبه المدينة الفاضلة التي يقارن فيه مع كتاب افلطون عن جمهورية افلطون الفاضلة ابن بطوطة ولد سنة 1304 للميلاد وتوفي سنة 1377 ميلادية هو من مدينة طنجة المغربية كان من بين الاشخاص العاشقين للرحلات ولتسجيل جميع الملاحظات عن مشاهداته يعد من اهم الجغرافيين في مختلف الازمنة قطع مسافات كبيرة بمفرده حيث تجاوزت هذه المسافات 75 الف ميل ومن اشهر كتبه تحفة الانظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار وقد دون فيه كل ملاحظاته ومشاهداته عن كل الاماكن التي قام بزيارتها وقد ترجم كتابه هذا الى الكثير من اللغات بسبب اهميته كان له اكتشافات عديدة في رحلاته عن التغيرات المناخية في المناطق التي زارها ولقد قام برصد الكثير من الامور والظواهر المختلفة التي تحدث سواء في داخل الارض او خارجها وتوضيح وجودها او اختفائها ابن رشد ولد سنة 1126 ميلادية وتوفي سنة 1198 للميلاد هو ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد من اشهر العلماء المسلمين من مدينة قرطبة بالاندلس كان مختصا بالطب والفلسفة والاصول والرياضيات عين قاضيا لعدة سنوات ويعتبر من اهم الاطباء في زمانه كان متميزا بقدراته على التصنيف والرأي الذكي وجودة المعاني ابن النفيس ولد سنة 1110 للميلاد وتوفي سنة 1288 ميلادية هو ابو الحسن بن ابي الحزم وهو من ابرز العلماء العربي المسلمين لقب بالقراشي وذلك نسبة الى المنطقة التي يتأصل منها بالقرب من دمشق وهو من اعظم الاطباء والعلماء فله الكثير من الكتب في مجال الفلسفة بالطب واللغة كما يعتبر من اهم العلماء الذين اختصوا بعلم الفيزيولوجيا او ما يطلق عليه علم وظائف الاعضاء ابن الهيثم ولد سنة 965 ميلادية وتوفي سنة 1040 للميلاد هو ابو علي الحسن بن الهيثم احد العلماء العرب المسلمين من مدينة البصرة في العراق كانت دراسته في مجالس شيوخ البصرة ومنها رحل الى القاهرة كانت له دراسات في العديد من العلوم ومنها الفلك والطب والبصريات والفيزياء والاعداد وقد سافر ليبحث عن العلوم وليعرف اخبار العلماء وقصص حياتهم كانت هذه رحلتنا مع مجموعة من اشهر العلماء العرب والمسلمين قدمناها لكم من قناة قصة حياة اخبرونا في التعليقات عن العلماء العرب او المسلمين الذين تعرفونهم وعن القليل من سيرة حياتهم اذا اعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا ان نقر على زر الاعجاب ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما لا يفوتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها اذا اردتم مشاهدة المزيد اختاروا واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة امامكم الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة